موسيقى اهلا وسهلا مستمعين الكرام وصلنا الان لبرج العذراء نحب نحكي لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله سنتخير عليكم بالنسبة للعذراء خلال السنة يعني المشتري موجود في البيت الخامس لهم بيت الحضود، بيت العاطفة، بيت الارتباط، بيت المال يعني نقدر نحكي انه هم اكثر ناس رح يشعروا بالحضود خلال هاي العام لكن المشتري بما انه في البيت الخامس يعني مش كل السنة رح يكون فيها المكاسب والأفراح يعني فيه فترات رح يكون فيها إيجابي فيه فترات رح يكون فيها سلبي فيه فترات بتقدم فيه فترات بتراجع فيها فإحنا بدنا نحاول نشرح عساس انه الكل يستفيد من كل التحركات اللي بتصير بالنسبة للكواكب يعني اجمالاً العذراء باعطيهم فترة الحض العاطفي المال بمنحهم بعلاقات عاطفية قوية ممكن يصير من خلالها ارتباط ممكن الناس يكون عندهم علاقة قديمة تتطور لمرحلة الارتباط بيعززوا العلاقات القائمة ما بينهم ما بين الأشخاص فيه مفاجأة ثانية كمان بتكون للنساء اللي بيعانوا من او اللي عانوا من ضعف في الحمل السنهاية عندهم فرصة قوية للحمل وفرصة انه خلال العام هذا انهم يجدوا علاج او اذا عملوا زراعة انها تنجح معاهم من موليد العذراء رح يحصلوا على مال عن طريق الحظ ممكن ورقة يا نصيب ممكن صفقة تجارية ممكن من خلال ضمان من خلال تعويض بسمعوا كمان اخبار دايما بتتعلق بالانجازات لاحد ابنائهم ممكن يفرحوا بانجاز لاحد ابنائهم هذا الشيء بفرحهم وببسطهم ممكن يفرحوا في احد ابنائهم او بناتهم كثير منهم رح يقدوا فترات من هاي السنة بحفلات وعزايم وصهرات افرح زواج افرح خطبة رحلات حتى ممكن الناس اللي كانوا يعانوا من امور الفيز للسفر او الاقامة الخارجية السنهاية بتنحل الامور لهم بصير الامر اسهل بيحققوا الاشي اللي كانوا متغلبين منه خلال فترة الاعوام الماضية بتنحل كثير من هاي المشاكل اللي بتخص كل شيء احنا ذكرناه من البداية لكن برضو الحلو ما بيكمل يعني زحل موجود برضو في البيت الخامس في نفس الاشياء اللي احنا ذكرناها زحل موجود لكن تأثيره ما رح يكون على العشرية الاولى والعشرية الثانية هو تأثيره رح يكون على العشرية الثالثة عشان هيك العشرية الثالثة تحديدا من موليد عشرة لغاية 22 تسعة الهدولة لازم يأخذوا جانب من الحيطة والحضر في علاقاتهم العاطفية يعني قسم منهم رح يكونوا ضحايا لعلاقة حب فاشلة وغالبا هذا الامر بيصير كل 29 سنة يعني الافضل انه هم يتأكدوا من الطرف الآخر في العلاقة العاطفية مش انه يعيش على وهم انه من طرفه والطرف الثاني ويصير مستقبلا هدولة تحديدا اللي هم العشرية الثالثة لازم ينتبهوا من هاي المسائل اي علاقة فاشلة في علاقة حب من طرف واحد ما رح يقدروا يتخلصوا منها لتسعة وعشرين سنة قادمة وهم يعاني من هاي العلاقة فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين من هاي النقطة بدهم ينتبهوا كمان في علاقتهم مع اولادهم ممكن تتوتر علاقتهم باحد ابنائهم وممكن يجدوا صعوبة حتى في الوقت اللي يكون تواصل ما بينهم وبين ابنائهم هذه الامور طبعا بتكون صعبة في وقت لاحق انك ترجع المياه لما جاريها وتصلح هذا الخطأ اللي ممكن يحدث في هاي العلاقات اما بالنسبة لموليدة من 12 لغاية 16 تسعة هدولة بواجهوا ازمة عاطفية حادة ممكن تنتهي هاي العلاقة اللي غير رجعة يعني العلاقات الضعيفة والمتأرجحة هي اكثر عرضة عند هاي الموليد انه تنتهي اللي هم موليدة من 12 ل 16 على موليد 8 لغاية 11 تسعة تأكد من شراكاتهم سواء كانت في العمل او في العاطفة ممكن يكون فيه نوع من انواع الخداع او يكونوا مخدوعين بطرف اخر غير وفي الهم لا عاطفيا او علاقة غير مستقرة او غير مستقيمة بالاساس يعني ممكن انه علاقة شراكة بينك وبين شريكة تكون في الفترة يعني تكتشف انه هاي العلاقة مش نزيهة او انه هذا الشريك مش نزيه بيستغلك او بيستغفلك او ممكن انه بيكيد لك لاجل انه ينصب عليك اما موليد من 24 ثمانية وحتى 11 تسعة تتاح لهم فرصة غير متوقعة للسفر ممكن هذا السفر يكون سفر بعيد خلال خصوصا خلال فترة السبع اشهر الاولى اما بالنسبة الى المريخ يعني المريخ اللي رح يكون موجود في الحمل ورح يتراجع في الحمل ورح يشكل زوايا تربيع مع الكواكب اللي رح تتواجد كلها بالجدي يعني وفترة المقود تاعته رح تكون من 28 ستة لغاية نهاية العام وفترة التراجع رح تكون ما بين 10 تسعة لغاية 14 داعش في هاي الفترة لازم تدخلوا نوع من انواع التعديل على ميزانيتكم وبدكوا تحذروا من اي شراكة مالية بالنسبة لكوكب الزهرة برضو نفس الشيء رح يكون موجود بالجوزاء وخلال فترة وجوده بالجوزاء وهو رح يتنقل من يعني باكثر من برج ولكن هي فترة تواجده بالجوزاء تحديدا اللي هي في الفترة اللي رح يتراجع فيها اللي هي فترة ما بين 13.5 لغاية 25.6 خلال هاي الفترة يجب ان تكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لا سيما احبائكم ممكن تتوتر علاقتكم لاتفه الاسباب في هاي الفترة تحديدا هاي فترة سيئة بصورة عام خصوصا اللي بيشتغلوا في الاوراق المالية او بالبورصة كمان مننصح بالفترة هاي اللي بده يعمل عملية تجميل في هاي الفترة ينساها تماما يبعد عنها تماما اللي بدهم يعملوا حتى زراع على الاخصاب بهاي الفترة برضو ننساها اللي هي من 13.5 لغاية 25.6 ويجب الحضر من اي صفقة مالية وعدم البدء بعلاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط لا خطبة ولا زفاف اهم نقاط لازم تركزوا عليها في الفترة هاي اللي هي مركزكم الاجتماعي وعلاقتكم مع المسؤولين مركزكم الاجتماعي يعني بتكونوا ديروا بالكم اشاعة ناس تتأمر عليكم سمعتكم مكايد ضدكم اشياء مثل هيك اما علاقتكم مع المسؤولين اللي هي مسؤولين في العمل او في الشركات او في مؤسسات حكومية بتكونوا من تبهين بالطريقة التعامل معاهم ما تتأخروا عن الدوام تلتزموا بالدوام ما تسجلوا على حالكو اي ملاحظة تكون هاي سبب للمشاكل مثل ما الكل متعود اني انا كل كل توقعات سنة بحط انا رزنامي اللي هي افضل التواريخ للاشياء اللي ممكن تستغلوها بخلال السنة هاي واسوأ التواريخ اللي تحذروا فيها وتنتبهوا منها على اساس انه ما يصير ما يصير فيها مشاكل اكثر وتكونوا حذرين بالنسبة الافضل للفترات العاطفية اللي هي من 13-1 حتى 7-2 ومن 5-3 حتى 3-4 ومن 19-4 لغاية 20-5 ومن 12 لغاية 28-10 ومن 21-11 حتى نهاية العام بالنسبة للفترات المالية اللي هي من 7-2 لغاية 5-3 ومن 11-4 لـ 27-4 ومن 5-9 لـ 27-9 ومن 28-10 لـ 31-10 بالنسبة لأفضل الفترات للعمل اللي هي من 16-1 لغاية 3-2 ومن 3-4 لغاية 4-5 ومن 4-7 لغاية 7-8 اما بالنسبة للفترات الصعبة اللي لازم تنتبهوا منها وتحتاطوا اللي هي من 3-1 لغاية 23 ومن 30-3 لغاية 28-6 ومن 22-7 لغاية 22-8 وما تنسوا فترة تراجع المريخ في الحمل أو تواجد المريخ في الحمل اللي هي من 28-6 لنهاية العام وفترة تراجع الزهرة في الجوزاء اللي هي من 13-5 لغاية 25-6 طبعاً ممكن حد يجي يقول لي انه شو هالكآبة وكل السنة ضربة في بعض وكلها تحذيرات ما في سنة ما فيها تحذيرات هي الشطارة المهارة في الفلكي انه يعطيك التحذير مش يعطيك الإيجابية التحذير عشان تنتبه طيب الإيجابية عشان أنا أستغلها لما أنا أعطيك أنا العاطفي والعمل والمال وأقول لك الفترات الصعبة طب أنت هنا صار عندك رزنامة بتعرف إيمتى أنت بدك تكسب حتى لو كنت مضغوط لو كانت كل السنة يعني حذرت منها إنها كلها مشاكل وكلها مصايب وكلها ورطات ولكن برضو في مجال إنك أنت تستفيد مالياً وفي فرص إنك أنت تتزوج وفي فرص إنه أنت تنتقل من عملك وفرص إنك أنت تترقى في عملك وفرص يعني بتقدر تستغل الفرص الإيجابية حتى لو كانت السنة منيلة آسف للتعبير يعني منيلة ما هي منيلة على كل حال يعني إحنا هاي توقعات مش تنبؤات هاي حسابات فلكية حبيت إن أنا أحط كل شيء أنا طلعت فيه من نتائج بين إيديكو أسأل الله إنه ولا إشي من السلبي إنه يصير وأسأل الله كل الإيجابيات إنها تصير بتمنى إنكم ما تنسوني من صالح الدعاء وكل عام وأنتم بخير كمان مرة ويا رضا الله وارضا الوالدين وما تنسوني من صالح الدعاء سلام